بعد عام من الحرب أصبح الوضع الإنساني في البلد يستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي المنظمات الدولية بقيت عجزة حتى اللحظة عن القيام بدورها في الأزمة اليمنية التي خلفت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها مع متضررين تجاوزت نسبتهم 80% من عدد سكان البلد البالغ حوالي 26 مليونا تحذير جديد أطلقه ممثل اليونسيف في اليمن جوليان هانس محذرا مما وصفه كارثة إنسانية مقبلة في اليمن مؤكدا تعرض أكثر من 10 ألاف طفل دون سن الخامسة للموت نتيجة إصابتهم بأمراض مختلفة مشيرا إلى أن نحو مليون ونصف المليون طفل معرضون لخطر الإصابة بالأمراض المعوية إضافة إلى أقرابة مليونين آخرين عرضة لمراض الحصبة وأكثر من 300 ألف طفل معرضون لسوء التغذية الحاد هذا العام المسؤول الأممي أشار إلى الظروف الصعبة التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين في مخيمات لا تتوفر فيها أقل الظروف الصحية والمعيشية الملائمة في مدينتي القاعدة وإب التي تحتضنان الكثير من العائلات النازحة من مناطق المواجهات في الدوحة أختتم المؤتمر الدولي حدى الأزمة الإنسانية في اليمن وأعلن المنظمون تلقيهم دعما يقدر بحوالي 220 مليون دولار فيما تبلغ حجم الاحتياجات الإنسانية أكثر من مليار دولار بحسب تقديرات حكومية فجوة هائلة تشير إلى حجم الإخفاق في الملف الإنساني للأزمة اليمنية التي تركت اليمنين بلا غطاء في مواجهة ظروف قاسية تحت الحرب والحصار والخذلان أيضا